السلام عليكم و السعد الله و مساءكم بكل خير و متابعنا في كل مكان أهلا وسهلا بكم في جهزة النقاش لإنمي توكيو ريفينجرز هذه الحلقة الجميلة اللي تسبق العاصمة إن صح القول هذه الحلقة تسبق العاصمة دخلنا العاصمة طالما أيه العاصمة خلاص كذا يا مجاتد العاصمة جي جي تقييمك الحلقة يا سعود عشرة من عشرة والله ماليش تقييم عاطفي بحث ما بدون تفاصيل لو بالتفاصيل أعطيها التسعة سوداء طيب أنا أمانة أعطيها ثمانية يعني هي توقع حلقة الجاية بس حلقة عشرة ومسلوح حلقة هذه ثمانية لكن دعونا نتلقش عن أهم النقاط الثلاثة في حلقة هناك ثلاث نقاط مهمة الأولى مايكي قتل كاتسوتورا بسبب قتله لباجي وليس بسبب قتله لأخوه هذا أهم نقطة وكنا نتلقش فيها سبع الماضي وقلت له شباب كثير قلتها يعني قلت لهم ترا هو يبيقتله مو لسبب أنه قتل أخوه لا بيكون سبب ثاني كي سكيته حط له طعم ثاني حتى أساسا الكلمة اللي قال لها باجي اغزي دراكن في الحلقة الماضية كيف؟ قال لنا طفل بعمر 15 سنة كان يحمل هذا العبع في داخله فهذا الشي ما اسمه اللي خلاه ينفجر حتى أساسا لو تلاحظ بدلت الحلقة ذي نجابه بعدما استوعب مايكي استغرب انه فقط عصابه انه قتل كاتسوتورا فهمت علي؟ طبعا انت شايف بعدين الحيوان كي سكيته شو سوى؟ رتب الموضوع وضخه واحد وكذا دخل مايكي في الظلمات زي ما قالوا هذه النقطة عنك تعليق عليها يا سعود التعليق الوحيد اللي يقول انه لماذا أصبح كي سكي هو النائب ليش مو بدراكن يعني هل بدراكن مثلا يعني احنا اللي فهمنا من الحلقة هذه انه صار في دمج للعصابتين صحيح بطريقة ما مو بانه والله هزمت مسبب انه مايكي هزم او يعني فقد مشاعره لا يعني حصل امر ما تم ذكره في الحلقة انه هزمت فلما انصارت العصابتين هذي ما بعض يمكن حين بدأت توضح الموضوع ليش بالضبط يمكن هلأ العصابات الثانية اجتموا عليهم يمكن لكن دراكن حاليا اين هو في هذا المعضلة ليش كان دائما يقول انه النائب هو كيساكي اول ما كان كان نائب اساسا هو دراكن لكن لفق لك كيساكي التهمة ويمكن هذا الشيء طبعا صار واضح وصريح قال لا اقتل دلوك ليش محكم بالعدام انه ترى ها يا انك تسوي اللي انا اقول لك ولي راح ابلغ في مايكي وقول انه اللي قاتل كاتل ترى وخليه شي اسمه يعني عنده دليل على مايكي وخليه انه انه ينسجن فقال لا تسوي اللي انا اقول لك ولا راح ابلغ في مايكي وسوى ذوم متك شيء على دراكن نفسه اساسا وخلا يبتعد عن نائب القاد وهذا التفسيرين المنطقيين بالنسبة لي لموضوع انه ليش درك هم مالخات انه هو نائب صار كيساكي تيتا اوكي منطق طبعا توقع مايكي تقريبا نقول انه ضبط 100% انه لما انا كنت ادعم هذا فيها لكنه كان مصرعي مبداي انه كيساكي تيتا هو القاد في الظل وانه يعني الواجهة هو مايكي مايكي دخل في الظلمات بعد ما قتل كاسو ترى فطبيعي يا حتى انه وانه انه مينة اخبت صديق الطفولة حقي الي هو با جو مات وانه قتلت وهذا شيء انا كنت ضد اساسا من اساس حتى ر comumتها كان يقول كان يقول لك لا انا مايكي ما تخيل ان مايكي يقتل صح ما قالها فعلا قال انا ما تخيل ان مايكي يقتل لكن نظرة دراكون للموضوع كأنه عادي مايكي قتل ماذا مشكلة هذا اللي طلعت في بالي دراكون كان يتكلم على مايكي هو اللي قتل نعم هو اللي قتل لا 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 شوف ارجع الحلقة شوف انا بقول اي شغل مهمة انا بقول اي شغل مهمة شوف دارش قال انا ما كنت ادري انه عنده هذا العبء كامل اساسا شوف دراكون كان مبسوط انه قال ما لا احضر تخلى عن باجيو اذا ذكره ادري ان تفسير حكي الكلمة كيساكي اذا قال هذا ما اعرفت هل هو اهو كان يظن صج انه خلاص بيصير فمضاربة بين ذا وراح و انه مايكي ما يهتم لامر باجي خلاص او باجيو فامت ؟ درا انه لسه يهتم الخطة شرية في راسو شو كاتس الزرا أطعن هذا قدامه وقتل هذا قدامه كذا يفقد مايكي عصابه ويقتل كساتورا ويصير خدام عده هذا اللي كان يقال لك أنا هذا ما أردته يمكن فعلا والله يعني في النهاية يعتبر كيسكي شخصية شررية ومسكورية صلاة مجنون نشوف يعني الأمانة جاني سؤال ما دمى فيه والله في بث الإلمي أتوقع بث الإلمي ماضي إنه أكثر شخصية شريرة شفتها لأمانة حين كيسكي قاعد يصعد في هذا السلة ايه يصعد في هذا السلة جد جد قاعد يصعد هذه السلة من الشخصيات الشريرة المجنونة بعد مو بس شريرة شريرة ومجنونة في وسط الوقت فكيسكيتها قاعد خطوات اللي بسألك عنها باجي ايوه معه ضد ما شو العلم لا لا ما شوف يعني نظرات التردد اللي صارت قدام لما نتكلم تاكاميتي وش اسمها خوية أو النائب حقه تشوفيو ما شو اسمه مو بنا يعني كان يقول له شعر رفك في البداية ايه لا انصر في البداية كان معطيها وضعية الهياث اه انت بتيجت جاي عساس اني اضربك مرة ثانية ثم بعدين قال يا اخي اعلم انك انت اصلا هذا انت جاسوس وكل الامور هذي اصلا انت قاعد هذه اساس تخش الى فالهالا بقين قال لا اخي واخي واخي واخير انت اصلا مريض حتى انا اتكلم تاكاميتي قال انا لا بيتكلم معك انت بقين قال لادنا تموت ارجوب طالع فى قلق ايه شو هذي يهتم فينى فلا لا لا اصلا وطبعا نصدل بالنسب لي حاليا ان يعني ان النائب حقي طول الفترة الماضي كان يعني متوقع اي متوقع الشي وانا يعرف قائده يحترمس هو هذا الشيء ما كانت خطة مرسومة بين الاثنين انا كتظن خطة مرسومة بين الاثنين يعني ان باجي قال له خلاص انت راقب هنا انا براقب هنا بينما هذا الشيء يعني يمكن نائبة او قائدة تتكلم عن كسكتيتها وخاف عنها من قبل بس بعدين نخافها وانا يجي قال له ان خططها مخطط كلها من رأسه بدوعا حتى يقول حتى حق نائب حقه فهمت؟ في دليل ثاني يعني قاله باجي للنائب حقه اش قال له في الاخر شيء قال يا اخي انا قلت لك مليون مرة لا تثق الا بخوياك او شيء زي كذا المخط بظنني انا بيل ارجع الحلقة واشوف النص بالضب قال لا تثق بأي احد لا تثق بأي احد يعني كانها يعني من ورا تريلات يعني افهم يعني زي كذا يعني والله يجي نعم كل شيء يجي لكن انا متأكد مئة بالمئة ان اي احتمال سيناريو حقك يا بو خليل اللي انت قلت عن كيساكي ان هو اللي يعني ملفق التهمة هذي يعني كان كان يقول يعني بما ان تومن مهزومة مثلا او راح تهزم فخلاص يا كزاتورا رحقت الباجي حلو هنا مايكي يفصل هو مو شرط انه تهزمه تنزم يعني ممكن هذي شيء معطيها امر من قبل يعني مثلا يوم الليل ماضي او شاف الموضوع انه لسه مرح تخلى عن خويه باجي عندما شارط جاء باجي شاف الليل دك لانه يعرفون القادة تضل منه كسكتيتها حسب نظريته موش طبعا اني ما تأكدت مئة بالمئة لكن نقدر نقول نسبة 99.9 حاليا واضح يعني ما صارت مو باكيد مئة بالمئة لكن 99.9 انه قاد فتجي في الليل يا ابو تورا هذا كالزوتورا يعني يا ابو تورا بكرا بوصل القتال لا شفت موشي قدام واجيبك شيء اطعن اللي هو اوقت اللي هو باجيو قدامه هذا الشيء بيخليكم تنتصرون عليه يعني ما يقعد يقول له حتى هذا شعشاس القائد الاعلى بس انه انه تريد انتصرون عليه اقتلوا قدامه خوية رح يفقد اصابه وانك تقهر انه بعد يستقل كره كزاتورا او ابو تورا هذا الى علاش اسمه مايكي فيقول له بما انك انت حاقل اطعن الولد هالي خاصي اقتل اللي هو اقتل باجيو اللي احبه ينقهر فانت كذا تنتقم منه فاذاك الاحبال اللي يجيك اوه يطعنه اوه يقتله اوه يامر بقاتله قدم مايكي وهنا مايكي يبقى صوابه خاصة يعني مو مهم اخوي للموضوع لذا ونحن نشوف حتى في هذا الحلقة شقال لك قال دراكن حق اللي هو كذب تورا ترى اخو مايكي مع انك قاتله اخوه قال انه مو سامحك يعني قدم بعض الحاجات اللي ساعدت انك تخرج من السجن يعني تنازلات كلام انه انا اقيل لهم شيء كذا من القبيل انا متساعد اياهم ايه كان يساوي يعني ساوي شيء سهل من محكميتك يعني اذا كان الحكم مورد يكون عليك 5 سنوات 3 سنوات صارت سنتين سبت كلام مايكي للشرطة او زي كذا فهو ساوي خير فيك في الاخير هذا اللي نفس ويحقد وكره كذا بس على عبط انا اكرهك بس كذا ليش ما ادري انا اكرهك حيوان انا حيوان مبنى ابو تورا ابو تورا ابو تورا احنا بسميه ابو تورا من اليوم راه ابو تورا هذا حيوان وكذا منفس الا زي كذا لكن الصدمة رأت لنا عيخاص احنا القتال يعني العصابات موجودة كلها وقتال بسير خلاص بين الاصابتين ضف ضع ضف ضع ولا اديش سيناريو والاهم السؤالي بهذا السلك هي السعود حاليا اللي هو ايش راح يقدر يسوي تاكاميتي تاكاميتي كالعادة مثل ما سوى في المعركة الاولى ضد ابو اللي هو بالهالا مع تومان المرة الاولى قصد كميبس ميبس يقولك المعركة ميبس اللي هي كانت المعركة الاولى اللي بينهم يعني تاكاميتي سوى شغلة معينة يعني تم تخريب الخطة الاصلية اللي كانت قتل دراكون يمكن حاليا مثل ما كان مخطط لها تاكاميتي وش اسمه الولد اخوه هنا اه 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 نوتو 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 كان باسمي كان باسمي كان باسمي العظمة الثاني اللي كنت بيقولها انه يعني الخطة اللي صارت بينهم بالبداية انه يا تاكاميتي انت مهمتك الان انك تعرف السبب هل مايكي يقتل ام لا او انه يعني تتخليه مايكي اهم شيء و تضطط باجي طبعا هذا المهمة صعبة لكن اسرار اللي هو تاكاميتي كان قوي جدا بهذا الموضوع قال انا هذا شيء موضوع بالنسبة لي خلاص مسلم به حتى انه نوتو ستار و قال لي يا والد وش فيه كانت قاعدة تهرجوا كل الموضوع سهل ترى ماهو سهل بس انه قال شكرا الولد عازم لدرجة انه مافي امل استثناء حلاص داخل بقوة يعني بكل ما اتي من قوة انه عليه ولا العدايا راح اطلع من هذا من منتصب ولو احلى شيء احلى شيء اذا ممكن اللاحظ مكتوب على ملافذ تاكميتي روكوتو بانش روكوتو بانش نشوف احنا ممكن هاي الضربة حق قتل فان في الحلقة اللي جاية كذا الضربة الصنوخية نتبك نتبك كنا نربط بازر يا شيخ ويادر وضع طيب يعني اوكي اوكي نكتب هذا القدر من النقاش في هذه الحلقة اعتمنا يعني انه وصلنا اهم النقاط اللي صارت في هذه الحلقة حانتناقش فيها ان شاء الله اكثر اكثر في بث الانيمي يام thựcة مع الشباب ان شاء الله when he comes to hiding سواء معاد سواء محمد سواء ماجد اي اكثر معنا ماجد سا champ Euro ليس بالophy у your house بس قال بحث ويطلع قدر الإمكان فان شاء الله بكون محاضر قدر الإمكان ان شاء الله اوكي dies اوكذل لا ي impacted لكن قدر الإمكان في حاول قدر الإمكان يقونا فالله dates السلام يا خوي كده كنا نكون وصل arriba نهاية الدس النقاشية في إنيمي توكيو رفنجر وافنا يقولوا معي سبحانك الله و الحمدك أشهد أن الأن ألانت أستغفر و كتبولي لا تنسوا الاشتراك لايك شير و نشوفكم على الخير و دراكن أفضل شخصية